كغيرها من الأطفال الوافدين إلى مراكز علاج سوء التغذية بصنعة تجلس الطفلة أحمدية طاهر بين يدي الطبيب المعالج أملا بتجاوز خطر الموت جوعا للرجاء ولا براءة الروح يقدران على مقاومة الموت المحتشد في العيون والجسد الواهن أحمدية واحدة من أربعمائة ألف طفل يمني يهددهم سوء التغذية الحاد في بلد يتهاوى وسط قتال عنيف لا يرحم وانهيار اقتصادي مخيف تشير التقارير إلى ارتفاع في معدلات سوء التغذية الحاد والحاد الوخيم بمقدار 16% و22% على التوالي بين الأطفال تحت سن الخامسة العام الجاري كما تشير الأمم المتحدة إلى أن الأمهات يتأثرن بالأزمة أيضا حيث من المتوقع أن تعاني قرابة مليون ومئتي ألف امرأة حامل ومرضع في البلاد من سوء التغذية الحاد هذا العام منسق الأمم المتحدة لمساعدات الإغاثة الطارئة مارك لوكوك قال إن معظم النقص في العام الماضي يرجع إلى أن المنحين الخالجيين السعودية والإمارات قدموا أقل بكثير من المتوقع مواكل ولم أنا شي وهي تيمة وإحنا ما عندنا شي حزت ما يعقلنا وحزت ما ما في شي ما كان خمس حالات يوميا حيانا بتقلل عدد الحالات في ما يكون أزمة في الإنقطاع مثلا مشتقة النفطية ما يصل ما يقدرش المواطن يصل إلى قسمة المرأة تغذية في المستشفى السبعي وفقا للأمم المتحدة فإن البلاد تعد واحدة من أخطر الأماكن في العالم لتربية الأطفال